الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعا بتقويم وذعم الوحدة طبعا الثانية المرجع والجديد في الاجتماعيات القسم السادس ابتدائي إذن نشرع على بركة الله نقرأ طبعا النص تلقت جميلة من جدتها في العيد هدية طبعا نقدية اشترت بها علبة حلوة اقتصمتها مع أصدقائها لكنها انزعجت في اليوم الموالي لكونها نسيت يوبا قبل مغادرة البيت رأت جميلة قطعا نقدية أمام نظارات أمها فأحست بالرغبة في أخذها وشراء حلوة إرضاء لصديقها نعم لاحظوا هنا وحد صورة طبعا تتقول لنا أم جميلة لم تطلب الإذنية جميلة جميلة تتساءل هنا عند تساؤلين سنبحث عنهم سنتخيل قالها يوبا لست صديقك إذن لأن هنا سيتهم من الحلوة نعم اقرأوا الناس أكثر من مرة اوضح من خلال الناس متى بدأ مشكله جميلة إذن متى بدأ مشكله جميلة عندما اقتصمت جميلة الحلوة مع أصدقائها ونسيت يوبا ونسيت يوبا إذن هنا بدأ المشكل يظهر أن جميلة وجزت نفسها بين نارين أتخيل تساؤلي جميلة وأسجيلهما في المكان المناسب نعم طبعا سنرى الإجابة للسؤال الأولا ها هي بالنسبة المشكلة هو اقتصمت علبة الحلوة مع أصدقائها ونسيت صديقها يوبا التساؤل التي التي طبعا يمكن أن تتساءل جميلة جميلة قائلة هل أأخذ قطع النقدية دون إخبار أمي وشراء الحلوة لي؟ طبعا يوبا طبعا هل يغضب يوبا مني لأني لم أقتصم معه قطع علبة الحلوة؟ كما تساؤل الآخر هل يعتقد يوبا أني أكرهه لأني لم أقتصم معه علبة الحلوة كباقي الأصدقاء؟ طبعا هذه تساؤلات تطرح في ذهني طبعا جميلة فقد تقول هل أأخذ قطع النقدية دون إخبار أمي وشراء الحلوة ليوبا؟ أو تقول هل يغضب يوبا مني لأني لم أقتصم معه الحلوة؟ هل يعتقد يوبا أني أكرهه لأني لم أقتصم معه علبة الحلوة؟ طبعا هنا أفكر في الموضوع أقتصم حلا على جميلة أوضح إن كان إيجاد الحل سهلا وأعله نعم إذن الحل الذي أقترعه على جميلة هو يجنبغي أن تعتذر جميلة لصديقها يوبا لكونها نسيته وتأخذ الإذن من أمها وتشتري له الحلوة تأخذ الإذن من أمها طبعا لتأخذ قطع النقدية أو تطلب أمها أن تمدها بقطع النقدية لتشتري لصديقها يوبا الحلوة نعم هذا بالنسبة للسؤال رقم أو التنمية الأول طبعا نعم شو تسميه الرقم الثاني هنا الأنترنيت نعم فضاء نعم الأنترنيت كالشارع الذي يسير فيه الجميع فمن ننشره عنه يصل لمن نعرفه ومن لا نعرفه لأشخاص يحبوننا وآخرين ولو أنهم كل من المجرمين الذين يتربسون بنا يظل ثابتا كالوشم نعم لا يزال قد نندم بعد سنوات لأن ما نشرناه لم يعد يروقنا وقد يصبح محرجا لنا ولا نستطيع سحبه الأنترنيت مفيد جدا لتوسيع معارفنا للتواصل السريع ومع الترفيه لكن لاحظوا هذه الصورة طبعا قلم الرصاص يصعب عليه محوء هذه فهذه الصورة تعبر لأن ما ننشره عبرها الأنترنيت طبعا يصعب محوء أو يتعذر محوء ما شاء يصعبه يتعذر طبعا أتمم النص بما أراه مناسبا وأعلل نعم النص قالنا الأنترنيت مفيد جدا لتوسيع معارفنا للتواصل السريع ومع الترفيه لكن لكن طبعا قد قلنا الأنترنيت مفيد جدا لتوسيع معارفنا للتواصل لكن لكن استخدامه بشكل كبير من شأنه أن يسبب في تراجع مستوى التحصيل الدراسي طبعا لكن استخدامه الثاني بدون أخذ الحذر يسبب التحريض على الكراهية والعنف يترويج معلومات غير صحيحة ويغزو الحياة الشخصية ويغزو كذلك الحياة الشخصية هذه أخذوا من هنا أفكار من بينها أخذوا استخدامه بشكل كبير أو مفرد يؤدي إلى الإدمان يؤدي إلى تراجع مستوى التحصيل الدراسي يؤدي إلى التحريض على الكراهية والعنف طبعا هناك ألعاب تؤدي إلى الكراهية والعنف وهناك طبعا ترويج معلومات غير صحيحة يغزو حياتك الشخصية طبعا عندما يطلب منك معلوماتك مثلا يتنزيل تطبيقين ما نعم سؤال موالي تقول لنا هنا أستعين بالنص وأوضحه ما تعبر عنه الصورة المرجعة لاحظوا قلم الرصاص لا يستطيع محو هذه طبعا وبالتالي فما ننشره عبر وسائل التساط والانترنت يعني يتعذره ما شاء يصعب يتعذره عن المحوه طبعا ويبقى يحرجنا إن كان يمسنا فتعبر الصورة على أن كل ما ننشره عبر الأنترنت يصعبه أو يتعذره محوه يصعبه أو يتعذره محوه نمر إلى النشاط الثالث إذا كانت معظم موارد الانترنت مضامين خدمات موسيقى ألعاب التي نستفيد منها مجانية فإن العديد ممن يوفرون تلك الموارد يستغلون معطياتنا ويجعلونها طبعا نشتغل لصالحهم نناقش هذه المقولة على دائما تعلماتنا ونوضح ذلك بأمثلة ملموسة نعم طبعا معظم موارد كانت تستطفوا فيشتغلون طبعا في معطياتنا يجعلونها طبعا نشتغل لصالحهم صدر طبعا ما كتبنا صحيح أن بعض التطبيقات التي نستخدمها في الأنترنت العام موسيقى خدمات وغيرها تطلع منك مثلا الفصحة عن الهوية مما يتم استغلالها واستعمالها في أعمال مخالف القانون لهذا ينبغي أن نحتاط ولا ننشر أي معلومة طبعا شخصية تهمنا فقد يستغلها مجموعة من المجرمين المتربسين في طبعا أشياء أغراضهم إذن ممكن نستأسب هذه الإجابة صحيح أن بعض التطبيقات التي نستخدمها في الأنترنت ألعاب وطبعا موسيقى خدمات وغيرها تطلع مننا بعض مرة الفصحة عن الهوية الإسم هذا مما يتم استغلالها واستعمالها في أعمال مخالف القانون لهذا أحتاطه لهذا ينبغي احتياطه وعدم نشر أياته معلومات ترجمة نانسي قنقر